اشتركوا في القناة وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي ذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل اقصى الجهد لتخفيف الاعباء المعشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء اكبر قدر من تدعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيرتها الداخلية مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لاحوال المواطنين وحرص الدولة على تكسيف جميع الجهود في هذا الاتجاه وقد وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ اكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه وذلك اعتبارا من الاول من الشهر المقبل مارس 2024 بحيث تتم زيادة اجور العاملين بالدولة والهيئة الاقتصادية بحد ادنى يتراوح بين 1000 الى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية 1000 جنيه للدرجات من السادسة الى الرابعة و1100 جنيه للدرجات من السالسة للأولى و1100 جنيه للدرجات من مدير عام الى وكيل اول وزارة وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الاجر الوظيفي و15% من الاجر الاساسي لغير المخاطبين وبحد ادنى 150 جنيه وتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه وصرف حافز اضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل الى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه وذلك بتكلفة اجمالية نحو 65 مليار جنيه بما ينعكس في رفع الحد الادنى للاجور بنسبة 50% ليصل الى 6000 جنيه كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات اضافية للاطباء والتمريد والمعلمين واضاء هيئة التدريس بالجامعات منها 8.1 مليار جنيه لاقرار زيادة اضافية في اجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعية تتراوح بين 325 جنيه الى 475 جنيه و1.6 مليار جنيه لاقرار زيادة اضافية لاعضاء هيئة التدريس ومعاونهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية و4.5 مليار جنيه لاقرار زيادة اضافية لاعضاء المهن الطبية وهيئات التمريد تتراوح بين 250 الى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية والزيادة تصل الى 100% في بدل الصهر والمبيت كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعملين بالجهات الإدارية الأخرى شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات ل13 مليون مواطن بتكلفة اجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاشة على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025 تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الآفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة اجمالية سنوية 5 مليارات جنيه ترليل ترجمة نانسي قنقر